السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى معنا ناسوس اليوم سوف نقدم معكم في إطار تحضيرات لشهر رمضان قريب إن شاء الله يدخلوني بصحة والحنا ورحت لبال سوف نحضروا شباكية هذه الوصفة مضمونة 100% نحضرها من زمان نحساج لها نصف كس اللوز مع كس العرب الججلان يكونوا محمرين قليلا ومطحون جيدا ومطحون جيدا تقريبا 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 اللوز كان مطحون جيدا ونغرب له ترتيقة دي الخميرة معجونة خمرة واحدة ججلالة تزيين زعفرن الحر سوف ندوبه مع مزهر نسكة حرة مع الملحات معلقة كبيرة الخل الزهر يكون شوية دافئ سوف نعجلها بالزهر كاملة معلقة كبيرة نافع معلقة كبيرة قرفة مكعب زعفران كاس علبة مخلط ما بين الزيت البلدية والزيت الرومية وزبدة تقريبا هذا هو المقادر مع نسكة دقيق الفرس هنا كنهزو نص كيلو دي الفرس النافع اللوز الجنجلان نسكة حرة مدقوقة مع الملح معلقة كبيرة دي القرفة هاتش يكون منيل ولا مغربل وكاعب دي الزعفران انا ما كنستعملش الملوين سطيناعي نخلطو جميع المقادر من غير الخميرة نجونة والخمرة الحلوة نستعملوا صفايا كي ندامجوا جميع العناصر مع بعضيتها من بعد كنزيدو كاس مخلط ما بين زيت البلدية زيت الرومية وزبدة مدوبة تولت من اي جميع المواد كي نخلطو مزيان ونبسسو باش الدهون كدخل في مقاطحين و جميع المواد مقاطحين وهنا كنخليها تبات وفي الغد كنزيد صفر بيضة إلا كان عندكم البيض كبير كنديرو نص صفر كنديرو خمارة كنديرو راس مع القادية خميرة معجونة مع القادية الخل مظهر مخلط مع زعفرات الحر يكون شوية دافي مصدر هنا كنخليكم بان كنت مرقدة زعفرات الحر في مظهر دافي لكي يخرج كل لونه كما قلت لكم ما غا نستعملش الملون اسطناعي هنا نهز لي كاس دي المظهر هاد نسكيلو كتكوب شوية بشوية باش العجينة تكون قاسحة إلا بغيتوها تجي شباكيا رطبا إلا بغيتو تجي مقرملا رطب العجينة ولكن من الاحسن تديرو العجينة قاسحة تعمل كتبغو تشكلو شباكيا تجي سهلة وما تقطعش هنا كنديرو كويرات ونديرو في بلاستيك غدائي ونخليو تستراح واحد ساعة من الوقت فاشغا نوجدو اللوازم ديالا تشباك والقلي من بعد كنهزو العجينة ديالنا كندلكوها بتلك كنديروها على شكل فيتي باش مليت طيب كتجي شباكيا مجعبة ودخلها العسل من بعد كنديرو كنكمل العجينة ديالنا كنديرها فيتي كندوزوها في الماكينة في الرقم الرقم الكبير من بعد الرقم الصغير エ كندروت 5 خمسة الشراطي 1 جوج 3.4.5 كنقطعج 1 جوج 3.4.5 كنقطعوها 1 جوج 3.4.5 كنقطعوها كنهزو وحدة على وحدة جوج جوج كنديرهم على الجوج والخرى كندوروها عليها كنوركم زيان كتولي وردة إلا كان شي زوائد كنحيدوهم كنديرو جوج خيوطة على جوج كنوركو في الجنب مزيان كنهزو الوسطانية كنهبطوها الشكل هو شرح نفسه طريقة غنعودها لكم هادي طريقة اخرى هادي سهلة كنديروها تهيكة جيزوينة كنهزو وحدة ونحطو وحدة نهزو وحدة ونحطو وحدة كنشبكو ها هي الطريقة عن قرب واحد جوج كلاتة ربعة خمسة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة انا كنديرو جوج على جوج وكنوركو مزيان باش ما تتحلش كنهزو الوسطانية كنهبطوها وهادي اللي في الجنب اللي بوحدها كندخطو عليها باش ما تتحلش وها هي الشبكية شكل زوين وساهل أسهل طريقة هي هادي في الشبك جوج على جوج وكنهبطو هادا كالوسطاني وكنوركو علام زيان هادا التالت كنشكل ورده ولي كنكملو كنديرو الزيت ديالنا تسخون قصنا نديرو مقلاء ما تكونش خفيفة تكون شوية تقيلة والزيت تكون كتيرة باش تتحمر مرة وحدة منجوج للجواه والعافية تكون توسطة في اللول كنشعلو العام زيان تكت تكت تسخون من بعد كننقص عليها وكننبقى نحلوها بالعودية لشوى تكت ترجمة نانسي قنقص